شهر كامل مر على إجراء الانتخابات في العراق من دون تغيير مهم في النتائج بعد الطعون المقدمة شهدت هذه الفترة توتر شديد على المستوى السياسي والأمني ووصل إلى مرحلة خطيرة بمحاولة اغتيال الكاظم بطائرة مسيرة الميليشيات الرافضة لنتائج الانتخابات ما زالت تتمسك بخيار المزيد من الطعون وهددت بالعصى الغليظة ولم تستبعد سيناريو المطالبة بإعادة الانتخابات من جديد وفي الطرف المقابل يبدو أن التيار الصدر أكثر تمسكا بخيارات التغلب وعن ذلك يقول القيادي فيه حصام حسين إن القوى الرافضة لنتائج الانتخابات تريد إدخال العراق في أزمات حتى تصل بالنهاية إلى حلول لصالحها مبينا أن عملية استهداف الكاظمي هي ترجمة للاحتجاج على نتائج الانتخابات اتساع الأزمة بين الميليشيات الفائزة والخاسرة دفع إيران للتدخل عبر إرسال قائد فيلق القدس الإيراني سماع القآن إلى بغداد وبحسب مصادر فإن القآن يريد من الأطراف الوصول إلى حكومة توافقية بغض النظر عما حققته كل كتلة في الانتخابات وتؤكد ذلك تصريحات زعيم ميليشي العصائب قيس الخزعلي بخصوص الحل التوافقي بالرعاية الإيرانية يعني بالنفيجة الجمهوري الإسلامية دولة جارة مهمة لديها إمكانيات ووضع وهي دولة أكثر من دولة إقليمية يعني هي ممكن دولة عظمى إلا شوية ولديها علاقات وتأثيرها وأعتقد أكيدا أنه تستطيع أن تلعب دورا إيجابيا في مساعدة الحكومة والأطراف العراقية على أنه تتجاوز مراحل التصعيد والخلاف الموجود وتعبر جميعا إلى بر الأمان السعي الإيراني إلى سوق الأطراف المتنازعة بالعصى الغليظة إلى التوافق يبين مدى تخوفها من انفراط عقد العملية السياسية التي تعد الكفيل الوحيد باستمرار حالة إراق لا دولة المهيمن عليه من القوى الخارجية ورغم ذلك يرى مراقبون أن المهمة الإيرانية هذه المرة ستكون معقدة تأثرا بتعقد الوضع الإقليمي وتزايد الضغوط على النظام الإيراني